يقفون حدادا على أرواح من قدوا ويأملون في مستقبل أفضل من خلال كتابة أحلام أطفالهم على ورق ملون يتخذ شكل قوس قزح هكذا أحيى سكان مقاطعة مياجي الذكرى النصفة السنوية لزلزال اليابان الذي ضرب المنطقة في مارس آذار الماضي الكثير من المواطنين تأثروا جراء الكوارث الطبيعية والتي صنعها الإنسان لذا نحن نريد أن نبقي أحلام الناس وأمالهم حية فلو اجتمعت أحلام الناس سويا قد يتكون شكل قوس قزح الذي يعطي الجميع الأمل وإن كانت مقاطعة مياجي قد اختارت التطلع للمستقبل لإحياء ذكرى الكارثة اليابانية التي رحى ضحيتها ما يقرب من 20 ألف شخص فالآلاف في توكيو قد أحيو هذه الذكرى بتظاهرة ضخمة ضد بناء المفاعلات النووية مذكرين بما جرى من تسرب للمواد المشعة من محطة فوكوشيما النووية منذ تعطلها جراء الكارثة سكان مقاطعة فوكوشيما نفسها لم يتغيبوا عن الذكرى النسخ سنوية حيث تجمع المئات منهم لإطلاق العشرات من الفوانيس الطائرة لتذكر بمن ماتوا وأصيبوا جراء الكارثة والتسرب الإشعاعي في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر